السلام عليكم ومرحبا بكم حبابي ومتتبق قناتي وقناتكم شوات ام انصاف كنتمنكم تكونوا بخير وعلى خير كيف العادة يلققكم هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية ان شاء الله معكم فرح في فيديو جديد واقتراح جديد اقتراح اليوم سنشارك معكم كيكا بشكلات بالكريمة كتجي رائعة بزافة البنات وكتجي غزالة سهلة في المكونات ايضا طريقة التحضير سهلة كنتمنكم تشجعوني كيف العادة بلايكاتكم وتعليقكم الجميلة ولكن هذه اول زيارة لكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد وتبارتاجوا الفيديو مع احبابكم واصحابكم خليكم معايا الاخر الفيديو ندوز المكونات وطريقة التحضير على بركة الله وفرجة ممتعة بنسبة المكونات اخواتي غادي نحتاجوا 4 ديال البيضات قبيصة ديال ملحة كيس ديال سكر فاني ممكن تستعملوا فاني بودرة او لا كيس ديال ملحة فاني سائلة ممكن تخدمو به وهادي نضيف كأس عنباء لاروب من سكر سانيدة هادي نخلط مزيان داك البيض مع سكر سانيدة حتى كيدوا سكر تماما ممكن الغبنات تخدمو بالفوي بهذا الشكل هذا او ممكن تخدمو بالطراب الكهربائي ممكن لكم ايضا يعني تديرو جميع المكونات في الكاس ديال خلاط الكهربائي مع الدقيق الخاميرا وتخلطو مزيان الخاليط ديالكم احنا بعد ما خلط سكر مع البيض غادي نضيف كأس لاروب عنباء من الزيت اللي يكون بحرارة الغرفة وغادي نضيف وحد الياغورت ديال الفاني تقدرو ديرو ياغورت ديال البانان او ديال الموز حتى هو راه كيجي زوين المدق ديالو سافي كنا نخلط جميع المكونات ديالي حتى كي نساجمو مع معضياتهم وغادي نضيف مئتين وخمسين حتى المئتين وسبعين جرام ديال الدقيق دائما كي بقى حسب الخاليط دقيق ضروري البنت كنغربوه وكنديرو على جوج ديال الدفعات يعني كنضيفو كيمية اللولا كنخلطوها مزيان حتى كتنساجلنا مع الخاليط ديال الكيك عاد كنضيفو الكيمية المتبقية من الدقيق وكنضيفو معها الاكياس ديال الخاميرا الكيموية ديال الحلويات وغادي نضيف ايضا واحد جوج مع الكبارين ديال بودرة الكاكاو والمر وعود كنخلط هاد الكاكاو مع الخاميرا والكميات الدقيق اللي ضفت مع الخاليط ديال كيك ديالي كندخلوه مزيان يعني كنخلط الخاليط ديالي جيدا حتى كنساجمو لجميع المكونات وكنتحصلو على خاليط ديال الكيك ما كيكونش تقيل بزاف وما كيكونش خفيف بزاف هدا هو القوام البنات كيف ما كتلاحظو معايا دائما كنتستيهو برقم تمانية الابقت مرسومة صافيرة الخاليط ديال الكيك ديالنا واجد هنا غادي نجيب هاد المول هادا دهنتو بالزبدة وهدي نفرغ فيه الخاليط ديال الكيك ديالي هنا البنات كنكون مشاعلين الفران يكون سخون مزيان حتى كندخلوه المول ديالنا عاد كننقصو عليه العافية كندخلوه في 180 دراجة اولا كننقصوه وكنخليو الكيك ديالنا الطيب بالنسبة لي انا اخدت معايا اخمس ووربعين دقيقة لان هاد المول ديال الجرانيت تكون شوية اطقيل فكيشد الطياب سافي بعدما كطيب كتشي على هاد شكل هادا بعدما كنخرجوها من الفران كيف ما كتشوفوا معايا كتشي رائع وكتشي من فوخة يعني طالعا احنا غادي نخليها حتى كتبرد البنات عاد غادي نقلبها نكنش هنا شوية مزروبة فما خليتها حتى بردات مزيان غادي نقلبها كيف ما لاحطوا معايا حتى كتبرد لكم جيدا عاد قلبوها باش مما كتشت ليكم صح اللي غادي تقلبوها فيه انتم تشوفوا معايا فالبخار ديالها مازال طالع لان كانت مازال شوية سخونة سافي غادي نخليها على جنب وندوزه باش نحضروا الكريمة بالنسبة الكريمة غادي نحتاجوا نصف لتر من الحليب غادي نضيف عليه ثلاثة المعلق الكبار من سكر سينيدا ممكن اضيفه حتى الاربعة المعلق كبار سوف نضيف ثلاثة المعالق كبارين يكونوا عامرين من بودرة الناشا أو الميزينة ونضيف كيس الفلوم ديال الشوكولات كيس واحد فقط ونخلط هذه المكونات بارد في بارد ونضيف الكسرونة على عفية تكون متوسطة مع التحريك المستمر حتى توجد عدنا الكريمة هذه وكتعقاد وعندها واضحة ومطقة وكل شيء يعني كيف حضرها ابنات نسيت اضيفه المعالقات كبيرة لبودرة الكاكا والمر كيس لدي الكريمة تدري لون الاسود سوف نخلط جميع المكونات بارد في بارد نضيف 4 قطع شوكولاتة السوداء ممكن تستغنو عليها انا كان عندي شوكولاتة سافية وضفت 4 قطع ممكن نضيفه ممكن نضيفه العلبة ياغورت ممكن نضيفه حتى الجوج العلب ستعطي واحد المدق نضيفه نضيفه ياغورت مع الشوكولات مع الكريمة نضيفه وضيفه مكونات نضيفه 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 كيك نضيفه عشق شوكولات نضيفه كيك نضيفه نضيفه كيك نضيفه 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 ماء نضيفه 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 ثلاثة وضيفه وضيفه سوف تقلب بكل سهولة إذا لم يكن لديكم سوشوار فحاولوا تخذوا الماء مغلي يعني الماطي ديروه في واحد الإناء وتحطوا فيه المول ديالكم وتقريبا واحد جوج ديال دقائق ونبعد تقلبوا الكيكات ديالكم را هكا تقلب بكل سهولة سوف نقلبها قدامكم سوف تشوفوا الشكل ديالها كيف يجي سراحة كدجي رائعة بثاف كدجي كاملة ملبسات ديالك الكريمة أنا هنا ما كونش خليتها البنات بثاف يعني ديك جو ساعات او لثلاثة ديال سويع فقط خليتها واحد ساعة وقلبتها في الصحن ديال التقديم شوفوا معي البنات كيفاش كدجي را هكا تجي رائعة بثاف وكدجي غزالة يعني مزينة راسها براسها ممكن تقدموها كيفما هكا وممكن تديروا تزيين لحسب الدق ديالكم ممكن تزينوها بوريدات ديال الكريمة في الجوانب وديروا قطاع ديال الفخيز أنا كان عندي هنا يغير فخيز ببوح ديتو وغادي نحاول أنا ننزين به ممكن تزينو بحبيبات ديال الشوكولة ايضا صراحة كدجي رائعة بثاف العشاق الشوكولة ايضا الوليدات ديالكم غادي حماقوا لهذا الكيك هذا سافيتا ناخد ذاك للفريز او للفرغ لك نقطعوها كي شرائح وكان زيين به هاتشكل هذا بالنسبة للتزيين اخوتي كيف العادة تبقى حسب الاختيار ديالكم وحسب ذاك شي اللي متوفر عندكم مش بالضرورة انكم تديروا نفس التزيين انا كنعطي فقط غير فكرة وانتو ما تبقوا اي حاجاجات لكم على البال ديالكم وخرجوا اللمسة ديالكم يعني تعطيوا يعني من ايديكم شي تزيين اللي هو مغاير وكيبقى اخوتي هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك اللي حضرت معكم اليوم ديال الشوكولة بكريمة الشوكولة كييجي صراحة رائع بزاف كيستحق التجربة كنتمنى انوين الاعجاب ديالكم وتجربوه وما تنسوشي لعجبكم الفيديو ولا جربتو هذا الكيك هذا ما تنسوش تخليوا لي رأيكم في التعليق وتشجعوني كيف العادة باللايك والاشتراك في القناة الى كانت هدي اول زيارة لكم وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم الجديد فيديوهاتي وتبرتاجوا الفيديو مع احبابكم واصحابكم جميع مواقع التواصل الاجتماعي باش تعم الفائدة ومن هنا وصلنا الاخر فيديو قد نودعكم نخليكم في امان الله ان شاء الله الى وصفة قادمة واقتراح جديد الى اللقاء